أنت تقصد بهاي المحاولة أو ما أشيع عن المحاولة الانقلابية نعم اللي سميت معامرة الجبور هي أكو قبلها أو دقة الجبور قبلها أكو محاولة الجبور اللي بالتسعين اللي بالتسعين ما لسطم ما لسطم بس هذه بالتسعين بشهر الخامس ما لسطم أحشينا عليه وبعدين ما لسطم أنا طبعا كنت بالخارج هو سطم أيش الجبوري سطم ذياب غنام الجبوري الجبوري من قرية السديارة في قضاء الشرقات سطم ما أشيع عنه أنه كان مسؤول عن أمن التدريب القوات التي تستعرض في ستة كانون الاستعراض الكبير الاستعراض الكبير بالتسعين في ستة كانون هو المسؤول الأمني فهو استغل هذه التدريب كان شهر أو أكثر من شهر استغل هذه المسؤولية مسؤولية ورتب بحيث يدخل بعض الدبابات وبعض الأسلحة هم ينزعون الترباس وينزعون الإطلاقات هو حاول أن يدخل إتاد يعني للدبابة أو دبابة وبنادق جاهزة للاستخدام وكتشف يبدو أبلغ عنه وصارت كثير من الشائعات فلان اللي بلغ عنه فلان اللي بلغ عنه وبعدين صارت تسويات من المتهم بال يعني تهمه كثيرا تهمه تهم مشعان الجبوري أحدهم أيضا السيد مشعان الجبوري هو بهذه تهم مشعان هو المتهم بالاخبار عن أحد المتهمين أحد المتهمين واتهم شخص من العلم كان مقاول يعمل في القصر الجمهوري ويقعد مع الشباب واتهم شخص أثالث يعني صارت اتهامات كثيرة لم تثبت على شخص معين ولا حتى على السيد مشعان ما ثبتت على شخص معين لكن هذا هو اللي كان ضمن دائرة الاتهام واعدموا يعني في يوم الثنين آب تسعين جابوا الجنائز ثلتعش جنازة من الشرقات اعدموهم يعني سجنوهم إلى يوم الثنين آب أجلوا وسجنهم واعدموا أما هو يوم الثنين آب يوم الدخول للكويت يوم الدخول للكويت جابو جنائز ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر